مرحبا، هل ستدخل إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل؟ هل ستدخل بحرب غير مباشرة مع إسرائيل من خلال حزب الله؟ نتيجة للتوتر اللي موجود الآن في جبهة غزة؟ في السياسة ما في شيء اسمه أكيد رح يدخلوا أو مستحيل يدخلوا في حرب مع إسرائيل السياسة فيها لغة احتمالات ممكن يكون احتمال أكبر من احتمال يعني أنا شخصيا برأيي احتمال أنه ما يدخلوا بحرب مباشرة ولا غير مباشرة هو الأكبر ولكن ما بجوز نحن نصادر المستقبل لأنه المنطقة فيها اعتبارات معقدة شديدة التعقيد ومتداخلة مع بعضها خلينا بس نحن نفند هاي القصة يعني أول سؤال لازم يسألوا شعوب منطقتنا كلها كل منطقتنا العربية الإسلامية إنه نحن دول قريبة من إسرائيل فيه بيناتنا مواجهة لبنان وسوريا وهدولي البلاد والأردن نحن قريبين يعني دول اسمها ومصر طبعا كانت داخلي بحرب سابقة وغزة والفلسطينيين أما إيران وجودة هون شو معناته وليش لما ننتصرت ما يسميه باسم الثورة الإيرانية واللي بعدها سيطروا عليها الإسلاميين وأبعدوا بقية الفئات الإيرانية اللي كانت مشاركة بالثورة أبعدوها عن المشهد وسيطروا مثل عادة الإسلاميين وين من اشتركوا في ثورة مع الآخرين بعدما ينتصروا بيقصوهم حتى لو ما انتصروا أثناء الثورة بيقصوا غير الإسلاميين وهنا بيصدروا المشهد وبيبلش يفرضوا شروطهم بوقتها عملوا دستور جديد في إيران غير دستور اللي كانها زمن الشام وضعوا فيه نص صريح اللي هو تصدير الثورة ووضعوا جملة بالسلاح يعني تصدير الثورة لأنه إذا كنتصدر هاي الأفكار تبعون ما بتصدر لأنه هي أفكار قديمة من الأصور القديمة بدها مثل كل هاي الأديولوجيات الدينية كلها بتصدر بالسلاح يعني أنت عاي بتقاتل الناس لما بتتغلب بأن قبل وما قبل واقتنع ما اقتنع بده يرضخ للأمر الواقع فتصدير الثورة إذا سألنا نفسنا سؤال بهل يعقل أنه يصدروا لأسرائيل اللي هي دولة سكانة يهود لا تصدير الثورة الهدف أو المستهدف في تصدير الثورة منطقتنا اللي فيه مسلمين سنة وشيعة الآن بالنسبة للشيعة هن فعلا استطاعوا الإيرانيين أنه يدخلوا من خلالهم وصنعوا في العراق وفي لبنان وفي اليمن وحتى في سوريا صنعوا ميليشيات تابعة لهم سلحوا وصرفوا عليها وعملوا لهم حسينيات لكن كيف يمكن إقناع السنة بأنه هذا الوجود إيراني في هاي المنطقة تابعنا أنه كويس وحباب وابن خلق وعالم القدس والمسجد الأخصى علما أنه إذا بتطلع أنت القدس مين اللي فتحها وعملها سواها دول مدينة إسلامية هو عمر بن الخطاب هل هن الإيرانيين اللي بتبنوا المذهب الشيعي صاحبه مع عمر بن الخطاب يعني يروحوا يحرروا له بلد هو عمر بن الخطاب حررها وعملها وعمل العهدة العمرية وسماها القدس وهل إنه ممكن يحبوا المسجد الأخصى ويدافوا عنه وهو رممه ومن الأول بناه عبد الملك ابن مروان سنة 72 اللي هو خليفة أموي فلا هن مشان عمر بن الخطاب ولا عبد الملك ابن مروان مهتمين ولكن هاي المنطقة كلها اللي هي بلادنا نحن من أيام الأربعينات من وقت اللي صار فيه شيء اسمه وجود إسرائيلي أعلنوا الحرب وصاروا يقولوا أنه القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية قضية المسلمين المركزية والمسجد الأخصى وأن القدس هي عاصمة فلسطين وبعدين يجوا بالسبعة وستين تعرفوا أنتوا احتلال وبعدين أمريكا أعلنت القدسية عاصمة أبدية لإسرائيل ويعني صارت كل هاي الأمور نعرفها كل ياتنا بالتاريخ فهني ما لون أي مصلحة في العداء لإسرائيل ها ها بس أنت بتقول لي هني ليش لك أنا عابي عابي بعتوله منك وشوه من هون وحزب الله السبب أنه مشروعون التوسعي الاستيطاني الكبير هني مشروعون توسع استيطاني الإيرانيين هني ما جاي نصادروا لك فقط الأرض الثقافة تبعك بالدنياها الأماكن المقدسة تبع مكة والمدينة بالدنياها هني جايين في مشروع تصدير ثورة صريح ما فيه لبس يعني هني اصطدموا بمشروع توسع استيطاني اللي هو المشروع الإسرائيلي ولذلك لابد من اصطدام هدول المشروعين مع بعضهم ولكن هني دائماً بتجنبوا الدخول مع إسرائيل في معارك مباشرة خوفها ممن وراء إسرائيل كمان يعني أولاً إسرائيل دولة نووية بحد ذاتها مرعبة وتانياً إسرائيل عابت تضربهم بشكل شبه يومي وين من عملوا مركز أسلحة أو زخائر أو مركز تدريب بضربولهم هي في السورية وفي يوم من الأيام راحوا ضربوهم في قلب إيران إذن الصدام المشروعين هدول لابد منه إنه نحن مين نحن لأصحاب هاي البلاد هاي المنطقة نحن مين وليش ما عم نعرف نشتغل وليش ما عم نعرف نتصرف وليش نحن رفضنا كل عمليات السلام اللي اقترحت مع إسرائيل تصور إنه في سنة 1937 كان في فكرة تقسيم فلسطين بين دولتين دولة إسرائيلية ودولة عربية قبل 48 في 37 وب 48 وحتى في أوسلو صار فيه اتفاق دولتين وترى كلهم غزة والضفة الغربية ضمن اتفاقية أوسلو نحن عم نعادي إسرائيل وعم نضطر نقبل بالمشروع التوسع الإيراني اللي هو هدفه بلادنا مو هدفه إسرائيل أنا أبأكد لك أنه إيران ليس من مصلحته أنه دخل حتى حزب الله في حرب مع إسرائيل ليس من مصلحته لأنه حزب الله ليس موجود فقط من أجل إسرائيل السبب وجوده هو السيطرة على لبنان مو بس جنوب لبنان على لبنان وعلى القرار السياسي في لبنان وقد حصل ذلك يا أخي من كم يوم طلع شارل جبور الناطق باسم القوات اللبنانية وقال لن نسمح لحزب الله أنه يدخلنا بحرب مع إسرائيل قال ممنوع يدخلونا بحرب مع إسرائيل وكثير في أصوات الآن في لبنان تهاجم حزب الله وأنه هذا عملتنا سلاح مقاومة سلاح برات الدولة حتى في أحد المسؤولين اللبنانيين كانوا يقول أنه هذول يا أخي جماعة مربكين أنه تعالوا نعم الفيدرالية ما يقبلوا بيقول لهم ما منقبل الفيدرالية علما أنه هن مطبئين الفيدرالية وهن كل شيء لهم لحالهم وسلاحهم وحدودهم وحتى تمويلهم لحالهم حزب الله أنه إيران ما بتضحي بحزب الله الآن بالألفين وستة تمكنوا بعد ثلاثة وثلاثين يوم حرب من وقف الحرب ودون أن يعني ينتهي حزب الله ولكن الآن ممكن ينتهي ممكن الآن إذا دخلوا في حرب مع إسرائيل ممكن أمريكا تدخل شخصياً وتنهيل الحزب إذا أنهته ما بتكون هي طلعت إيران من المنطقة حليفهم في محور ممانعة بشار الأسد لما نتضعضع أمام الثورة اللي قامت عليه مين إجا ينصروا؟ إجا ينصروا حسن نصر الله بأوامر من إيران وقاسم سليماني دخل عن طريق ميليشياته ودعم لوجستي ودعم مالي ودعم إلى حتى ما يخلوا يسقط إذن هنه حريصين على أنه يبقى ما هو تحت أمر ما هو تحت أمر إيران أنه يبقى ما يروح فإذا كان الآن إسرائيل استطاعت أنه تنهي حركة حماس وبيئي حزب الله ما بيهمون الأمر لأنه هنه معروف أنه هنه كما حتى دعمهم للمقاومة عن طريق حماس مه دعم مثل دعمهم لحزب الله حزب الله إلون هداك ممكن يكون هلأ حليف حماس ممكن تكون هلأ حليف وهذا الحليف ممكن يكون مؤقت لأنه ما في هداك الرابط العضوي بينما حزب الله إلون اشتركوا في القناة